موسيقى قوات سوريا الديمقراطية تدخل البلدة القديمة في الرقة موسيقى داعش محاصر في الموصل ومعارك شرسة في شوارع المدينة موسيقى والكوليرا في اليمن أكثر من 1500 حالة وفاة وقلق أمامي من سرعة تفشي الوباء موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من تطورات الشأن السوري إذ علن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن أن قوات سوريا الديمقراطية دخلت البلدة القديمة في الرقة خلال المعارك التي تخوضها ضد داعش وقال التحالف إنه ساعد في الهجوم بقصف قطاعين من سور الرافقة في البلدة ما أدى إلى التغلب على دفاعات داعش بعد ساعات من تمكن قوات سوريا الديمقراطية من دخول مدينة الرقة مع قلي تنظيم داعش الإرهابي دارت اجتباكات عنيفة في المناطق الجنوبية من المدينة بين القوات الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي وتمركزت الاجتباكات هذه بين غرب سوق الهال وشرق حي هشام بن عبد الملك في القسم الجنوبي من مدينة الرقة بمحاذاة الضفاف الشمالية لنهر الفرات كما تواصل قوات سوريا الديمقراطية التي تقود عملية تحرير المدينة بدعم من التحالف الدولي تحقيق تقدم جديد والتواغول نحو عمق مدينة الرقة ولتعزيز خطوط القتال في الرقة علنت قوات سوريا الديمقراطية نشر نحو ألف مقاتل إضافي على الخطوط الأمامية للقتال مع التنظيم الإرهابي كما قامت بإرسال هذه القوات إلى شرق وغرب المدينة وهي المعقل الرئيسي للتنظيم المتشدد في البلاد المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أوضح في بيان أن القوات التي أتمت دوراتها التدريبية بالتعاون مع قوات التحالف ستساند الحملة لأجل إحراز تقدم جديد على أغلب الجبهات تزامنا مع تضييق قوات سوريا الديمقراطية الخناقة خلال الأشهر الأخيرة على معقل داعش في شمال سوريا ودخولها للجانب الشرقي والغربي للمدينة ولأول مرة في الشهر الماضي من جهته قال المتحدث باسم قوات النخبة السورية محمد خالد شاكر أن القوات تبعد حاليا مئة متر فقط عن باب بغداد في المدينة القديمة وتقوم بتمشيط المنطقة لردم الأنفاق ومنع أي تسلل جديد لمسلحي التنظيم المتطرف إلى ذلك شن الطائرات قوات الأسد ضربات جوية بثمانية براميل متفجرة تحتوي على مادة النابالم الحارقة مستهدفة أحياء درع المحررة فقال مراسلنا أن القصف شمل مبنى الدفاع المدني والمشفى الميداني في مدينة الحراك شرقي درع إلى العراق حيث تواجه القوات الأمنية العراقية قتالا شرسا في الشوارع المتبقية تحت احتلال مسلحي داعش من مدينة الموصل القديمة شمالي بلاد وقال قادة القوات العراقية التي تخوض المراحل الأخيرة من معركة الموصل إن ما يزيد من صعوبة القتال هو تزايد عدد الهجمات الانتحارية بما فيها تلك التي تنفذها انتحاريات بعد أكثر من ثمانية أشهر على انطلاق أكبر عملية عسكرية يشهدها العراق لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش بات التنظيم محاصرا داخل مساحة صغيرة في المدينة القديمة بعدما كان يحتل أراضي واسعة منذ سنة 2014 القوات العراقية سجلت تقدما جديدا في المدينة القديمة إلى أن وقت انتهاء المعارك لم يحدد بعد وعلى الرغم أن المنطقة التي لا يزال يحتلها داعش صغيرة جدا فإن ضيق أزقتها وشوارعها ووجود مدنيين بداخلها يجعل العملية العسكرية محفوفة بالمخاطر أكملت الشرطة الاتحادية واجبها لم يتبقى لتطهير المناطق المحررة يوم أمس الساعة 1900 أكملت واجبها اليوم هي تطهر وتحصن وكذلك تخلي العوائل المحاصرة 500 متر فقط هي المساحة التي يتواجد فيها أفراد التنظيم في الموصلة القديمة بحسب تقديرات خلية الإعلام الحربية بينما يتراوح عدد مقاتل داعش داخل تلك المساحة ما بين أكثر أو أقل من 300 مقاتل أكثرهم من جنسيات أوروبية وفق ما ذكرت مصادر عسكرية البعض المقاتلين المحليين يحاولون الهروب وخفاء أنفسهم عن طريق حمل الأطفال الرضع والتسلل مع المدنيين لكن تعاون المدنيين داخل هذه الأحياء أرشدنا إلى وجود عدد من الأعناصر الداعشية وكانت الحكومة العراقية قبل أيام أعلنت نهاية داعش في الموصل في حين أوضحت المصادر أن قوات الشرطة الاتحادية لا تزال تلاحق فلول مسلحي التنظيم في المناطق المتبقية من المدينة القديمة وتسعى إلى تفكيك الألغام في المناطق المحررة مثل جامع بلال الحبشي وحديقة المحافظة ومنطقة باب السرعي من جانبه قال الخبير الأمني والعسكري داود السعدي إن المعركة ضد داعش في ساحل الأيبة من مدينة الموصل منتهية من ناحية العسكرية مضيفا في مداخلة مع أخبار الآن أن المعارك تدور حاليا في المنطقة الواصلة ما بين المدينة القديمة في الموصل وصولا إلى ضيفة نهري دجلار بما يتعلق بموضوع المعارك في مدينة الموصل من ناحية العسكرية المعرك انتهت في الجانب الأيمن من مدينة الموصل بعد فترة ليست بالقصيرة من انتهاء الجانب الأيسر اليوم المعارك تدور في منطقة صغيرة جدا هي لا تتجاوز طول 300 متر وعروض 500 متر تقريبا هي الجزء الواصل ما بين المدينة القديمة وصولا إلى ضفة النار هذه المنطقة تشهد الآن معارك ضارية يوجد في هذه المنطقة ما يقارب من 180 إلى 200 من المقاتلي لتنظيم داعش هؤلاء المقاتلين هم يعلمون بأن مصيرهم المحتوم هو الموت لذلك لا يزالون يحاولون القتال بشراسة في هذه المنطقة التي هي تضم أزقة ضيقة جدا ومن الصعب القتال فيها إلا قتال الشوارع فبالتأكيد أن هذه العمليات الآن التي تتم هي عمليات تطهير يعني من الممكن أن أقول أنها عمليات تطهير لهذه المدينة بعد أن قامت القوات مكافحة الإرهاب بعمليات تطهير لباقي المناطق التي حررتها خلال 72 ساعة الماضية أذى وتمكنت القوات الأمنية العراقية من تحرير 17 طفلا أزيديا من أهل الموصل كان قد اختطفهم مسلح داعش لدى احتلال التنظيم المدينة مطلع شهر حزيران يونيو من عام 2014 التفاصيل مشاهدين في تقرير مراسلنا ويسام يوسف هذا الطفل الأزيدي ياس أو هكذا يسمي هو نفسه حطرت عليه القوات الأمنية العراقية برفقة 17 طفلا آخر في إحدى البنايات التابعة للمجمع الطبي في حي الشفاء شمالية الموصل القديمة حيث كان داعش اختطفهم من دويهم بعد احتلاله الموصل جمع العثور يوم أميس أو أول أميس على 17 طفل كانوا في دار الأيتام الأطفال خمسة تعرفوا عليهم ذويهم واستنواهم والبارحة باقين عندنا الآن 12 طفل في حال عدم العثور على ذويهم سوف نقلهم إلى بغداد وإداءهم إلى دار رعاية الطفولة التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كل طفل من هؤلاء الأطفال يحملوا قصة مختلفة ولكن مقاتل داعش جمعوهم في بناية واحدة لعدة سنوات حيث لازل تأثير الأفكار التي تلقوها من مسلحي التنظيم يظهر عليهم إذ وصف جون شقيقه في أول القائم بينهما بالكافر الأطفال تركوا هنا في هذه الخيمة لليوم الثاني بانتظار التعرف على ذويهم حيث تعاونوا فيما بينهم أثناء لهوهم لبناء بيت من المكعبات وأخذ كل واحد منهم يختار غرفة له في هذا البيت طبعا ونظرا لعدم توفر مأوى ورعاية الأيتام طبعا يشغلها الدوائر نحن قررنا أن تكون هناك رعاية لهؤلاء الأطفال ومن ثم تحويلهم إلى بغداد طبعا بالاتفاق مع مدير عام الاحتياجات الخاصة والأيتام لغرض توفير مكان آمن ومكان فيه الراحة النفسية وأيضا ثم متابعة حالة الطفل لأنه تحت تنظيم داعش الارهاب لمدة ثلاث سنوات الطفل جون كان أولى المغادرين من المجموعة مع ذويهم بعد أن تعرفوا عليه أما الأطفال المتبقون فلا زالوا بانتظار أهالهم لكن دم عياس الذي تصور أنه سيغادر معنا إلى البيت جعلت أغبار الآن تتواصل مع بعض الأصدقاء إلى أن عثرنا على عمه وهو الشخص الوحيد المتبقي من عائلته على قيد الحياة إلى فرنسا حيث أطلق مسلح كان يركب دراجة نارية على حجد من الأشخاص فقتل واحدا وأصاب ستة آخرين بجروح في مدينة تولوز جنوب غربي فرنسا ثم فر هاربا وأكدت الشرطة أنها لا تستبعد دافع الإرهابي وراء الحادث إلا أنها قالت إنها تعتقد أن الهجوم ربما كان جريمة قتل بدافع الانتقام إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث جرح عشرة أشخاص على الأقل إثراد دعس سيارة أجرة لعدد من المرة في مدينة بوستن الأمريكية وقالت الشرطة إنها تجري تحقيقا مع السائق وتتعامل مع الموضوع على أنه حادث سير لا علاقة له بالإرهاب نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل قصير العالم مقبل على كارثة تقشعر لها الأبدان في عام 2020 أحييكم من جديد يشهد اليمن الزيادة لأعداد الوفيات بسبب تفشي الكوليرا وسرعة انتشاره إذ أعربت منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونسيف عم خوفها من أن تتجاوز الإصابات بهذا الوباء 300 ألف حالة التفاصيل مشاهدين في تقرير الزميل ماهر أبو لبدا تتزايد الأرقام في كل يوم يمر على أهل اليمن ممن يباغتهم وباء الكوليرا إما بالموت أو بالإصابة أرقام يخطر في بالك إلى الوهلة الأولى عند سماعها وكأنك تتكلم عن أرباح يومية لشركة اقتصادية كبرى حالات إصابة ووفيات متزايدة تجمع في أرقام مهولة ومع دعوات الهيئات والمنظمات الدولية والأممية لمحاولة حصار المرض والحد من انتشاره وخطابات التحذير من وصول الوضع في اليمن إلى قدر لا يمكن السيطرة عليه تقدم دول خليجية مساعدات مادية وعينية بالإضافة للأدوية لمحاولة السيطرة على سرعة انتشار المرض ولكن الأرقام في ازدياد المستمر وحالات الإصابة من سيئ إلى أسوأ حيث بدأ تفشي وباء الكوليرا في اليمن في تشرين الأول أكتوبر 2016 ليعود مرة أخرى ويضرب في 2017 وفي عشرة محافظات يمنية والسبب هنا يعود إلى تعطل أكثر من نصف المنشآت الصحية في البلاد عن العمل إذ استحودت العاصمة صنعاء على النصيب الأكبر من الإصابات بالكوليرا بما يقارب 34% من الحالات وخلال الفترة ما بين 26 من إبريل والثامن عشر من مايو 2017 وبنطاق واسع وسريع انتشر المرض إلى حوالي 20 محافظة والذي تسبب بـ 246 ألف حالة اشتباه بإصابتهم بالمرض ووفاة أكثر من 1500 شخص منظمة اليونسيف تعلم بدورها عن مخاوفها من وصول حالات الاشتباه إلى أكثر من 300 ألف حالة أو أكثر وتحاول المنظمات الدولية السيطرة على المرض عن طريق توزيع مياه الصالحة للشرب على الأحياء والمدن التي تعاني من سوء الخدمة حيث تنتشر الكوليرا في اليمن بسرعة غير مسبوقة خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين الأمر الذي أثار مخاوف المنظمات الدولية من خروجه عن السيطرة في غضون أشهر قليلة لا سيما مع التزايد المتصاعد يوميا للحالات المصابة بالإسهال المائي أصدرت السعودية بدورها توجيها لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم 66 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن إذ يأتي هذا الدعم استجابة للنداء منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف حيث من المقرر أن يساعد الدعم السعودي على دعم المياه والإصحاح البيئي في اليمن للتخلص من المسببات وباء الكوليرا وفق الآليات المعمول بها في المركز وكما السعودية قامت الإمارات العربية المتحدة بدورها بإرسال طائرة نقل الإماراتية على متنها 50 طن من الأدوية الخاصة بمكافحة مرض الكوليرا إلى اليمن بحسب ما قالت وكالة الأنباء الإماراتية وام إذ يتوقع وصول شحنات مماثلة في الأيام القادمة في إطار توجيهات القيادة الإماراتية بإرسال 100 طن من الأدوية كمساعدة عاجلة للشعب اليمني لمكافحة وباء الكوليرا والذي يجتاح معظم المحافظات اليمنية وهنا يبقى السؤال هل ستشهد الأيام القادمة تزايدا في الأرقام؟ أم ستتم السيطرة على المرض كما يتمنى الكثيرون؟ ويمكن القول بأن الحد من ارتفاع الحالات والسيطرة على انتشار المرض يعتبر أمرا مقنعا إلى حد ما أكد خبراء تغير المناخ أنه تبقى ثلاث سنوات لخفض بعثاب ثاني أكسيد الكربون وإلا فإن الوقت سيكون قد تأخر بالنسبة للعالم بأسره وحدد الخبراء عام 2020 لدفع العالم إلى التحرك قبل فوات الأوان التفاصيل مشاهدين في تقرير الزميلة ديمانا جم الأرض والبشرية في موعد نهائيا لتفادي كارثة عالمية في عام 2020 وفقا لتقرير نشرته مجلة ناتشر الأمريكية المختصة بالطبيعة والمناخ فقد وجد خبراء المناخ أنه وخلال ذلك العام سيتم تقليل بعثات أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والذي سيؤدي بدوره إلى هبوط درجة الحرارة على سطح الأرض حسب صحيفة ديليميل البريطانية فإن خبراء البيئة أكدوا بأن العالم سيواجه آثار مدمرة تتراوح ما بين موجات الحر القاتلة والهجرة الجماعية الناجمة عن ارتفاع منسوب البحار إذ تم عمل دراسات وأبحاث حول الأرفف الجليدية في القطب الجنوبي وتم اكتشاف أن أقدم الأرفف ينخفض ويتآكل بشكل دراماتيكي أي أنه سيختفي في السنوات القليلة القادمة يسمى هذا الرف الجليدي لارسن بي ويتعد عمره أكثر من عشرة آلاف عام ومع مرور الوقت أصبح مجرد قطعة رقيقة من الجليد تطفو على سطح الماء ومن الممكن ذوبانه بشكل كامل قبل نهاية القرن الحالي وتقريبا في عام 2020 وتعتبر معظم الأرفف الجليدية امتدادا لأنهار متجمدة وقد يؤدي اختفاؤها إلى ذوبان الأنهار بصورة سريعة ما سيتسبب في ارتفاع منسوب البحار والمحيطات حول العالم وهو الخطر الذي ينذر بإغراق مساحات كبيرة من اليابسة منذ عام 2002 اهتمت دول العالم بذوبان الأرفف الجليدية واكتشفت أن ذوبانها نتجا عن ارتفاع درجات الحرارة استعاقبت موجة من مواسم الصيف الدافئة على القارة الجنوبية وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة ناتشر العلمية فإن الانتقال إلى مصادر طاق الأنظف يجري على قدم وساق ويدعمه توافق واسع في الآراء بشأن الحاجة إلى التغلب على خطر تغير المناخ باستثناء الولايات المتحدة في عهد ترامب التي انسحبت من معاهدة باريس للمناخ ويسعى الخبراء للاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتجددة وزيادة نسبة مبيعات السيارات الكهربائية وتقليل نسبة استهلاك الوقود في المركبات إضافة إلى تقليص نسبة بعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن احتراق الوقود الأحفوري تسببت الحرب القاسية التي تعيشها سوريا بتوقف التعليم في المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد ودفعت كثير من المعلمين إلى الهجرة والهروب من جحيمها وبسبب استهداف المدارس من قبل قوات الأسد بات الأهل يتخوفون من إرسال أبنائهم للتعليم نظرا لما يهدد حياتهم خطر إلى التفاصيل لا يخفى على أحد ما يعانيه أطفال سوريا جراء الحرب القاسية التي تعيشها البلاد منذ ست سنوات فالفترة المذكورة هبطت بالمستوى العلمي للبلاد إلى الحد الأدنى بعدما كانت تملك واحدا من أعلى معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية في الوطن العربي قبل 2011 ولعل تدمير المدارس وقتل بعض كوادرها وهجرة بعض المعلمين من أهم الأسباب التي انعكست على جيل الأطفال من عمر ست سنوات إلى سن الثالثة عشر وكانت كفيلة بوأد أحلام وحقوق الأطفال بالتعلم نحن في عنا مدرسي أنا أعمل مدير هذه المدرسي في عنا عدد تلاميذ 310 طلاب الموجودين في المدرسي طبعا فيهم عدد كبير حوالي 50 أو 60 طالب أو يتجاوز أكثر هذول منقطعين عن التعليم بشكل كامل في إحدى قرى جبل الزاوية التقينا بأسرة طفل بشير الذي فقد ذراعه اليمنى بقصف جوية لدى عودته من المدرسة فتركت تلك الحادثة أثرا نفسيا على بشير وأسرته التي تعاني من الحالة التي وصل إليها إذ تنتابه اختلاجات ليلية فضلا عن عدم قدرته على النطق بشكل سليم وهذا ما دفع والده للاستعادة عن المدرسة بتعليمه في المنزل وهو يعاني من كل الأزم نفسية تقريبا في بين رفخاته وفي البيت يعني يعاني مشاكل مشكلة في النتيجة التقصف الطيارة للضرواته لأنه صفة بديه وحده يمسكو الخلام بديه يعني مثل إذا صفة أنا طال عبدنا جديد أما أبو أمجد فقد قرر عدم رسال ابنه إلى المدرسة خوف من القصف الذي يطال المدارس باستمرار واختار إرسال ابنه الذي يبلغ 12 عاما لتعلم حرفة يدوية بدلا من المغامرة وإرساله إلى المدرسة صار عندي أنا خوف وهو عنده خوف بسبب روحته على المدرسة لهذا السبب هو رفضي روح على المدرسة وأنا صار عندي قلق بالليل وبالنهار بروحته على المدرسة هذا السبب عمت أنا بطلت بالمدرسة وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 47 طفلا قتلوا بالقصف الجوي أثناء التوجودهم بالمدارس منذ بداية 2017 بينما دمرت الطائرات نحو خمسة آلاف مدرسة ومركزا تعليميا بينما يستمر النزاع في سوريا حارما المزيد من الأطفال من حقهم في التعليم ستذهب آمالهم وأحلامهم المستقبلية أدراج الرياح ففي يوم ما سيكون طريق إعادة البناء في سوريا طويلا ووجود شعب متعلم هو أكثر ما تحتاجه البلاد لشق هذا الطريق جيلا ضائع هي أنسب تسمية لما يمر بها أطفال سوريا بسبب الحرب ومفرزاتها أحمد أمين لأخبار الآن من ريفي إدلب تعد رياض السباقات الرالي من أحب الرياضات إلى قلوب الليبيين والمتنفس الوحيد لمتابعة السباقات التي تتميز بالمتعة والإثارة مدينة مصراطة كانت في الموعد مع انطلاق البطول الرابعة للرياضات الميكانيكية التي بدأت في الانتشار والتوسع في ليبيا سباقات الرالي التي تعتبر من سباقات التحمل والسرعة وتقام في ليبيا في مثل هذا الوقت حيث تشتد درجات الحرارة في فصل الصيف ولكن ما يختلف عن إقامة هذه البطولة الرابعة التي احتضنتها مدينة مصراطة الليبية هو أنها جاءت وسط ظروف صعبة وتمثل تحديا لإقامة بطولات رياضية في مثل هذا الوقت بطولة مصراطة الرابعة كانت تنظيم لها حوالي منذ شهرين من حيث تنظيم إعلاميا وتجهيز المكان للحلبة والتجهيز المكان للحلبة وحيث يدخل الفكرة في دخول المشاركين في وقت اللي زيتوى بالنسبة لنا الصيف وقد يكون حار شوية وصعب جدا للمشاركين البطولة التي أقيمت في نسختها الرابعة لسباقات الدراجات النارية فئة كروز 400 ورايتر 700 كانت بإشراف ورعاية الاتحاد الليبي للدراجات النارية وبمشاركة أكثر من 30 دراجا من مختلف مدن ومناطق ليبيا تلقى مثل هذه البطولات الرياضية لدى الجمهور وعامة الناس في ليبيا إقبالا على حضورها حيث يجدون متعة وإثارة تخرجهم من صعوبات الواقع وضغوطات الحياة لإخبار الآن محمد عقوب من مدينة مصراتة نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فصل أخير رئيس بلدية في المكسيك يتزوج من أنثى تمساح أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحفة العربية لهذا اليوم تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحفة العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة وبداية من صحيفة الاتحاد الإماراتي التي نقرأ منها باراك أوباما يعود لأيام طفولاته في جاكارتا استغل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما فرصة تمضية عطلة عائلية في إندونيسيا ليزور المنزل الذي أنظى فيه أربع سنوات من طفولته إذ كانت والدته متزوجة من إندونيسيا وإلى صحيفة القبس الكويتية مشاهدين التي نطالع منها طفل ينقذ عمه من مخالب دب في ألاسكا جاء في تفاصيل الخبر تمكن طفل من سكان ألاسكا لم يتجاوز عمره 11 ربيعا من إنقاذ عمه من مخالب دب ببندقية الصيد فقد أصابت طفل الدب بطلقة أولى استقرت في الكتف وثانية أصابته في أنفه مصادر أمنية في الولاية قالت إن الحادثة وقع الأسبوع الماضي عندما كان الطفل يتجول برفقة والده وعمه واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الحياة طفل بريطاني يبتكر جهازا ينقذ الأطفال من الموت ابتكر طفل بريطاني يبلغ من العمر 10 سنوات جهازا يحافظ على سلامة الأطفال داخل السيارات المغلقة الجهاز يتألف من مروحة تمكن من الكشف عن الحرارة الداخلية بحيث تعمل عندما تصل الغرفة إلى درجة حرارة معينة كما يحتوي على تقنيتي واي فاي وجي بي اس لتنبيه الآباء والأمهات في حال كانوا غير قادرين على الرد عند الاتصال وإلى صحيفة الإمارات اليوم مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم اكتشاف برج من الجماجم البشرية في المكسيك عثر علماء الآثار على برج من الجماجم البشرية تحت الأرض في قلب مدينة مكسيكو سيتي وقال العلماء إن جماجم كانت مطمورة في حجر جيري وألاف من القطع العظمية في الضرح الأسطواني قرب أحد المعابد القديمة وختاما مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية وسيارات إسعاف وردية اللون للنساء فقط في الإمارات أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إطلاقها المستجيب الوردي وهو خدمة إسعاف مخصصة للنساء والأطفال بهدف التعامل مع الحالات المرضية النسائية وحالات الولادة والأطفال فأوضحت المؤسسة أن جميع العاملين في المستجيب الوردي هن من النساء اللواتي يتميزن بخبرة كبيرة في مجالاتهن في أخبارنا الرياضية مشاهدين وفي عالم التنس تحديدا استهل المصنف الأول عالميا أندي موراي حملة الدفاع عن اللقب بفوز سهل على الكازاخي أليكسندر بابليك بثلاث مجموعات من دون مقابل وحسم اللاعب البريطاني المواجهة في ساعة واربع واربعين دقيقة ويلتقي موراي في الدور الثالي مع الألماني داستان براون أيضا في التنس خرج المصنف الخامس عالميا السويسري ستانيس لاس فافرينكا من الدور الأول من بطولة ويمبلدون للتنس بخسارته أمام الروسي دانيال مدفيدف بثلاث مجموعات لواحدة بواقع ستة أربعة ثلاثة ستة أربعة وستة واحد وهي المرة السادسة التي يودع فيها فافرينكا بطولة ويمبلدون من الدور الأول في خبرنا الأخير عقد عمدة مدينة مكسيكية قرانه على أنثى تمساح في استجابة للتقاليد وهذه الطقوص تمارس منذ عام 1789 تقريبا لطلب الرزق الوفير من الأسماك وبقية المحاصيل البحرية وفقا لمعتقدات السكان المحليين على ساحل المحيط الهادئ وبحسب التقاليد فتمساح العروس عامل كأميرة ويأمل السكان الأصليون في أن تجلب هذه المراسم السلام والرخاء لمجتمعهم وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين قوات سوريا الديمقراطية تدخل البلدة القديمة في الرقاف داعش محاصر في الموصل ومعارك شرسة في شوارع المدينة والكوليرا في اليمن أكثر من 1500 حالة وفاة وقلق أممي من سرعة تفشي الوباء بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع مشاهدين الكرام أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزد الأنباء كونوا معنا ترجمة نانسي قنقر